يا المهموم اللي جالس بيننا اليوم والمغموم اللي يسمعني الان وصاحبة الكربة اللي حضر معنا وصاحبة الحاجة اليوم جايكم بتجارة رابحة مئة في المئة بإذن الله سبحانه وتعالى ابشر ديونك ستسدد همومك ستنزاح كرباتك ستنكشف وستصبح إنسان تمتلك تجارة عظيمة وعظيمة جدا التجارة هالي بإذن الله سبحانه وتعالى إن بدأتم بها ستنفرج الهموم وستنكشف الكروب وستقضى الديون وستقضى الحاجات ويبدأ الإنسان يشعر بأنه يمتلك سلاح عظيم هذه التجارة جربها الأنبياء والأولياء والأتقياء والأغنياء والفقراء جربها نوح عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى أن يبني تلك السفينة ويصنع تلك السفينة في صحراء بعيدا عن الشاطئ فكان يمر به قومهم فيسخرون منه فقال إن تسخروا منا إنا نسخر منكم طفح الكيل بنوح عليه السلام من شدة أذاهم وسخريتهم بهم فاستخدم السلاح واستخدم تلك التجارة العظيمة كما وصف الله عز وجل حاله فقال فدعا ربه أني مغلوب فانتصف دعا الله دعا الكريم دعا العظيم دعا الذي إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون فماذا كانت الإجابة؟ فأتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر فجر له الأرض وفتح له أبواب السماء وجعل السفينة تمشي وينجيه الله عز وجل ومعه وهو ينظر لقومه وأولهم ابنه وهم يغرقون أمام عينه من نجاه؟ الله من نصر الله بماذا؟ بالدعاء أين نحن من الدعاء؟ أين أنت؟ يا من تهاجمك الفتن والشهوات عن الدعاء يوسف عليه السلام ابتلي بشهوة وفتنة عظيمة نجاه الله عز وجل بالدعاء قالت لو هيت لك فقال معاذ الله دع الله واستعاذ بالله نجاه الله عز وجل بالدعاء إبراهيم عليه السلام أوقف النار فنجاه الله عز وجل بالدعاء حسبي الله ونعم الوكيس أسبي الله ونعم الوكيس يا أخي الآلي يا أخي المبارك الله عز وجل يقول لي ولك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم لكن هل نحن ندعو الله؟ كم مرة دعيت الله عز وجل من الصباح إلى المساء؟ كم مرة سألت الله عز وجل والله جل في علاء يحب الملحين؟ بل إن بعضهم كما جاء في بعض الآثار بأن العبد ذا لح على الله وبدأ يسأل الله عز وجل ويكرر المسألة مرة تلو مرة تلو مرة الله عز وجل يقول للملائكة أخروا مسألة عبدي فإني أحب أن أسمع صوتك تخيل تصل إلى هذه المرحلة من كثرة دعاك لله الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك يونس عليه السلام حينما ألقي في بطن الحوت ونادى أي دعا فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين هذه الدعوة العظيمة التي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه ولأمته من بعده يا سعد يا سعد والذي نفسي بيده ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كرمته الدعاء إذا دعا الإنسان ورفع يده إلى السماء فليعلم بأنه في تجارة عظيمة لن تبور إما إذا دعا الإنسان إما أن يستجيب له الله عز وجل في الحال أي في الحياة الدنيا وإما أن يدفع الله عز وجل عليه شيء من القدر بمقدار هذا الدعاء وإما أن يأتي يوم القيامة فيجد حسنات أمثال الجبال فيسأل الله يا رب من أين لي هذه الحسنات فيقول له هذه دعوات دعوتها في الدنيا ولم تستجب لك وادخرناها لك في يوم القيامة فيتمنى الإنسان في تلك اللحظة بأن كل دعوة دعاها في الحياة الدنيا لم تستجب لها كل دعوة دعاها في الحياة الدنيا لم تستجب لها